امبارح خلال الاجتماعات التمهدية لمؤتمر المناخ كابتون 7 واللي كان فيه جلسة بعنوان التحديات والأولويات تم فيها طرح عدد من الموضوعات اللي هتكون لها أولوية في المناقشة خلال مؤتمر المناخ اللي هتستضيفه شارم الشيخ في نوفمبر القادم خلونا نعرف بالتفصيل ايه هي التحديات و ايه هي الأولويات كمان لمؤتمر المناخ نعرف كل هذه التفاصيل من الدكتورة سوسن العواضي خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ سبع الخير عليك دكتور صباح النور يا أهلا بيك يا لكتور من أورا أهلا بيكم و صباح الخير عليكم جميعا يا أهلا بيك قبل ما نتكلم عن التحديات والأولويات أنا عايز أعرف الجلسات التمهدية دي بدئين بقال نقدي ايه وطبيعة المناشات فيها عامل ازاي؟ في الحقيقة من نوفمبر اللي فات بمجرد بداية عرض الرئيس السيسي في كومنت جلسكو السنة اللي فاتت في كوب 26 وبدأت أجهزة الدولة كلها بوزارتها بتهتم بالموضوع وطبعا على رأسها وجارة البيئة بما أنها الوجارة المعنية بتنظيم الكوب وكمان إحنا عندنا وجارة الخارجية بتقوم بدور كبير جدا لأن قمة المناخ هي قمة بيحضرها 194 رئيس دولة فبالتالي الوزير سيمح شكري عامل مجهودة عظيم جدا في التحديات دي فبمجرد ما فازت مصر باستضافة كوب 27 في نوفمبر 2022 بدأت كل الدولة يعني يمكن شهريا بيقام اجتماعات دورية يعني سواء مع بعض أو مع حتى يعني كان فيه زيارات متبادلة بيننا وبين الرئيسة الإنجليزية السابقة بيننا وبين الدول الأخرى اللي قامت باستضافة القبص اللي فاتوا علشان نعرف برضو التجربة طيب احنا الهدف السنة دي هو تحقيق يعني المطلوب من الدول الصناعية المتسببة في التغيرات المناخية أنها تفي بالوعود اللي احنا شفناها في كل النسخ السابقة احنا السنة دي عايزين تغيير ملموس على أرض الواقع ونخرج بتوصيات تنفذ بالفعل يعني تقي الكوكب من أضرار تغير المناخ أولويات الجلسات هتكون داخل المؤتمر وأهم الموضوعات اللي هيتم طرحها داخل الجلسات يمكن اللي بيميز المؤتمر ده وبيخلي أنجار العالم كله عليه أنه جاي بعد قمة جلسكو قمة اللي كانت عليها أمال كبيرة قوي وما تحققتش لأنها زي ما احنا معرفين جات بعد توقف سنة بسبب جائحة كورونا احنا في 2020 ما عملناش قاب وفي 2020 ده كانت السنة اللي كان من المفترض فيها هي نهاية أو الحساب على اتفاقية بريس المناخية اللي كانت في 2015 اللي المفترض كانت هتنتهي كل الإلزامات بتاعة الدول عليها في 2020 وطبعا بسبب الجائحة وبسبب الزروف الاقتصادية دول العالم كلها لم تفي بوعودها وما قدرتش تلتزم بيها بل بالعكس ده في بعض الدول زي أمريكا فمثلا أيام رئيس السابق ترامب تلعت من الاتفاقية بسبب الأزمة الاقتصادية ولما جي بايدين رجع لها تاني فده خلق قمة جلاسكو كما ما كانتش على الأمال اللي كانت مطلوبة فجي رئيس السيسي حتى في كلمته في نوفمبر اللي فات كان بيتكلم بحزم شديد جدا على أن القارة الأفريقية لها حق في رقبة كل الدول العالم اللي أثرت في المناخ قارة الأفريقية بنقدم أو بنصدر امبعاثات 4% فقط من الامبعاثات اللي بتصدرها الدول فيه أربع دول رئاسية مسؤولة أمريكا والصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي أغلبها لكن القارة الأفريقية 4% فقط احنا عندنا في مصر 3% بس من الامبعاثات لأن احنا لو جئنا نتكلم على التمويل زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي فيه أزمة اقتصادية بقالها كم سنة موجودة فأعتقد أنها هيبقى صعبة شوية مسألة أن هذه الدول تافي بكافة التزامات يعني ممكن تافي بجزء من التزاماتها لأنه طبعا تأثيراتها واضحة تأثير تغييرات المناخية واضحة للدول كلها فهل الوضع الاقتصاد ممكن يأثر على حاجة زي دي؟ احنا عندنا أكتر من أزمة سواء سياسية أو اقتصادية احنا عندنا حرب روسية أوكرانية أثرت على الطاقة في العالم احنا دخلين على موسم الشتاء اللي نستخدم فيه الطاقة والغاز للتدفئة وده هيخلي أوروبا بالكامل تتجمد لو ما كانش فيه بديل بعض الدول الأوروبية بدأت تتكلم أن هي هترجع تاني للفحم الفحم اللي احنا كنا ما صدقنا أن احنا تخطينا المرحلة دي فاحنا الحقيقة في أزمة كبيرة لكن ده ممكن يبقى فيه أمل أن أوروبا نفسها والشعب الأوروبي نفسه هو اللي يضغط على الدول دي أنه هما يبدأوا يقللوا من الامبعاثات في مقابل أن العالم كله ما بقتش أضرار التغير المناخ تزار في أفراكيا والدول الفقيرة فقط احنا شفنا الشهور اللي فاتت لو حضراتكم شفتوا الأنهار اللي جفت كمان في أوروبا في شهر ويحت فيه سبع أنهار جفت أنهار كبيرة زهرت ما يسمى صخور الجوع الصخور اللي كانت موجودة من 150 سنة وكان مكتوب عليها إذا رأيتني اعلم أنك ستموت أو ستهدد بالخطر صخور موجودة في الأنهار مستوى الأنهار قل بشكل كبير جدا فده تسبب في أزمة نقل البضاقة الصين أعتقد كمان كان فيه جفاف كبيرة الصين حصل فيها سيولون حيارات للسدود بشكل كبير لكن أوروبا حصل فيها جفاف وده كان شيء غير معتاد شفنا صور من باريس إزاي درجة الحرارة زادت جدا من شكل جنوني لدرجة أن الناس كانت بتنزل في النفرات العامة علشان خاطر تخفف من درجة الحرارة فده كله هيخلي الجانب الأوروبي المراضي هو الجانب الضغط والجانب اللي محتاج أن يحصل فيه أكشن حقيقي في العمل المناخي مش بس الجانب الأفريكي زي كل كوب طيب دكتورة إحنا مجهزين إيه عشان ننقش في هذا المؤتمر هل إحنا مجهزين التجربة المصرية في محاولة التخفيف من أثار هذه التغيرات المناخية ولا مجهزين كمان مدى تأثر مصر بالتغيرات المناخية إحنا عندنا أكتر من تجربة الحقيقة مصر برغم أن إحنا دولة أفريقية ودولة مساهمتها في الإنبعاسات كلها قليلة جدا لكن منذ تولي رئيس السيسي وهو بيشتغل على الملفين ملف التكايف مع التغيرات المناخ وملف التخفيف إحنا طبعا هنستعرض إنجازاتنا في ملف التخفيف زي مشاريع الطاقة المتجددة العظيمة اللي مصر رائدة فيها الحقيقة سواء بقى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إحنا عندنا محطة بنبين ومحطة زعفرانة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إحنا عندنا مشروع قومي كبير جدا لاستخراج الطاقة من الهايدروجين الأخضر فدي من ضمن الإنجازات في ملف التخفيف عندنا كمان ملفات التكايف وملفات التكايف دي مهمة جدا فيما يخص الملف المائي الأمن المائي والأمن الغذائي يمكن عندنا شوية مشاكل في المحاصيل الزراعية اللي بنستبدلها دلوقتي بالإزداء نعمل بحيث إن إحنا يبقى عندنا محاصيل زراعية تقدر تتكايف مناخيا نعمل أصناف جديدة بنسمع عن نوع أمح جديد أنواع بزور الأمح جديدة أنواع قطن جديدة أن هي تستحمل شوية التغيرات المناخية اللي بقت موجودة في مصر فكل ده طبعا هيتم عرضه ومنقشته في الأيام الموضوعية اللي هتكون موجودة في الكاب طيب لو هنتحدث عن أليت سانتييجو ومدى فعالية هذه الألية في تقديم حلول لمسألة التغيرات المناخية فكرة سانتييجو إن هيبقى فيه شبكة بين كل الدول اللي بتتأثر مناخيا وخاصة الدول الفئيرة وفي القرى الأفريقية تحديدا فده هيخلينا إن إحنا نقيس مدى الأضرار إن إحنا الدول المتقدمة بوجود الشبكة دي تقدر نهية تنقلها التكنولوجيا الجديدة وده يعني من ضمن أساسيات اتفاقية بريس المناخية إن فيه الدول الأوروبية أو الدول الأقصر تقدمنا عندها التكنولوجيا اللي بتقدر إن هي تساعد بها الدول اللي هتبقى موجودة في شبكة سانتييجو كل دولة متأثرة بطريقة ما؟ عندنا دول عندها جفاف فيه دول تانية فيها سيول فيه دول فيها نحر شواطئ فيه دول بتأثر زراعيا دول بتتأثر صحيا فلما يبقى عندنا خريطة واضحة ومفهومة لمدى الأضرار والمخاطر لكل دولة هيبقى كل دولة معروف بالزبط هي محتاجة إيه ومحتاجة أنهي تكنولوجيا علشان تساعدها إن هي تتخطى أسارة غير المناخية إذن هي قرية للتعاون من الدول المتأثرة مناخية؟ ربط الدول المتأثرة مناخية من الدول المتقدمة تقدر تساعدها بيها عظيم دكتور هل احنا في حاجة إلى تشريعات جديدة؟ وهل كل التشريعات مثلا اللي مصر تعملها زي بقى الدول الأفريقية بتحتاجها؟ ولا كل دولة بتحتاج تشريعات وفق الوضع عندها؟ طبعا كل التشريعات بتختلف حسب الأضرار اللي عندنا وحسب السلوك وحسب كل حاجة يمكن اللي أنا بشوفه واللي أنا بتمنى إن إحنا يبقى عندنا قوانين بتلزم شوية عادة التدوير والفصل من المنبع قوانين أكتر الزامن وتجريم لقطع الأشجار يعني الغير مستبدل بزراعته في أماكن تانية وإحنا عندنا بالفعل في مصر ما يسمى بقياس أثر بيئي يعني إحنا لما في مشروع جديد بيتعمل وبيتشال الأشجار من شارع الدولة بتزرع بدل الأشجار دي في أماكن تانية لكن ده ما بيتمش توضيحه بشكل كافي فأتمنى إن كل الناس وكل اللي بيعملوا مشاريع أو اللي بيشيلوا أشجار يبقوا عارفين إحنا هنشيل شجر من المكان ده لازم يكون لي بديل تاني علشان نحافظ على نسبة الأكسجين الموجودة في الجو عمو طيب لأي مدى مسألة العدات البشرية اليومية بتأثر في التغير المناخي يعني إحنا كلنا نتلم إنه هادر الطعام يؤثر فيه التغيرات المناخية بيزيد من حد التغيرات المناخية هادر الملابس يعني الناس يمكن مش مستوعبة إن سلوكنا البشري حاجات بنعملها يومية ممكن تأثر بشكل كبير في مسألة التغيرات المناخية هو كله يتوقف على سلوكنا البشري أنا بظن إن المفتاح كله في فكرة الإنسان بيتعامل مع يومه إزاي مع احتياجاته إزاي بالنسبة للطعام مش بس هادر الطعام نوع الطعام نفسه إحنا عارفين كلنا إن تربية الماشية من أكتر الصناعات المنتجة لغاز المسان غاز المسان هو من أكتر الغازات المدرة للكوكب وبتسبب احتباس حراري فتربية الماشية واعتمد أغلب العالم على اللحوم بشكل أكتر من حاجة الإنسان ده بيخلينا إن إحنا نزود شوية كمان في الاحتباس الحراري في الاحتباس العالمي فكرة إن إحنا بنتعامل مع الأكل بالزيادة عن حاجتنا فكرة إن إحنا الملابس صناعات الملابس بتستهلك كميات ميا مهولة وإحنا العالم كله عنده أزمة ميا حقيقية فإحنا لسا ما عندناش ثقافة إن إحنا نقلل من احتياجاتنا ونبقى عارفين أولوياتنا إيه وإزاي نستغل المواد الموجودة إن إحنا نقدر نعيش بيها كويس وفي نفس الوقت نلقلها للأجالة اللي جاية زي ما هي بيدوننا يكون فيه أي تأثير نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سوسن العوضي خبيرة علوم البيئة وتغير المناقش شكرا جزيلا على أولئك شكرا جزيلا